صباح الفل صباح التفاول صباح السعادة والحب وطاقة الإيجابية على كل المشاهدين من برنامج نعم أستطيع نعم أستطيع مش كلمة بتتقال نعم أستطيع أقوال ويليها لأفعال النهاردة حابة في أول البرنامج أقول كل سنة وإنتوا طيبين لكل الأمة المسلمة كل سنة وإنتوا طيبين رمضان كريم حابة أقول ماما وبابا رمضان كريم رمضان كريم على الناس اللي وقفة ومشجعين أن احنا نفضل لحد الوقت مستمرين عايزة أبدأ أول كلام أنتوا تعودتم مني في حلقاتي أن أنا أخذ منجز بسيط عن أحوال البلد عايزة أتكلم في أول حلقة عن التنمر إحنا فترة اللي فاتت شفنا على السوشيال ميديا تنمر بطريقة صعبة جدا تنمر على المواصلين تنمر علينا إحنا كبشر تنمر نجيب صورة من الأحداث القديمة مع صورة حاجة جديدة لها كممثلة مندي مثل مش حد معين ونتكلم على السلبيات دايما بقالنا فترة على السوشيال ميديا دايما نقض دايما سلبيات ما بنقولش الإيجابيات مع أن احنا فترة المفروض نتكلم معا فيها على الأزمة اللي احنا بنمر فيها في البلد سبنا الأزمة اللي بنمر فيها في البلد ودايما مهتمين بتفاصيل فلانة بقت مع تجميل بقت حلوة ونجيب صورة وحشة جدا ونقول في الأول كانت توحشة وفي الآخر بقت حلوة نجيب ممثل مشهور ده إزاي بصل فلانة ونفضة ننكت فيها نقض وحش جدا النقض ده مش بنبقى حاسين قد إيه هو بيأثر بسلبي على الماء آدم اللي قدام احنا دايما بندور بس ان احنا نتكلم في السلبيات وعملنا ما تكلمنا ازاي ان احنا هنواجه الفيروس ده الفترة اللي جاي ازاي ان احنا يعني كعالم مش كشعب بس كعالم ازاي نواجه فيروس كورونا قاعدين دايما في التنمر على الفترة اللي فتت عشر الشيال مدي مش عاجبني خالص حبيت اتكلم معاكو على حوار التنمر ده التنمر ده أزى أزى نفسي على الشخص نفسه ياريت احنا لما نيجي ننكت بننكت بالنقض اللي شجعنا ان احنا نصحح من غلطنا لا دايما ننكض بالسلبيات دايما لو اتنين صحاب حتى او اتنين كانوا متجوزين وسبوا بعض لازم يسيبوا بعض الطريقة وحش لازم يتكلموا بالسلبيات ما بشوفش فيه بيننا احترام كشعب يعني انا حابة ان احنا حتى ما نيجي ننفصل عن بعض حتى ما نيجي اتنين صحاب في شغل والنصيب ان هو تقطع لحد كده بالبلد يعني تقطع لحد كده فنتكلم ان احنا نفضل متواصلين مع بعض بطريقة صح حتى لو مش متواصلين بلاش التنمر بلاش النقض ما بنبقاش عارفين قد ايه مدى التأثير النفسي على البناء ده من اللي قدامنا لما نتكلم عليه بالمنظر ده ليه ما بنكونش النقض الصح يعني ليه لما يكون انا طالعة في حلقة ومثلا ما كنتش مبتسمة ليه ما لقيش حد بيرفع السماعة عليا ويقول لي لا انت النهار ده كنت حلوة قوي بس المرة جاية تبقي احسن في كذا ليه دايما بلاقي مثلا مش انا بس يعني كحاجة عاملينها كلنا حاجة حلوة نلاقي دايما المسجات اللي فيها اسا او فيها حاجات توجع ليه ما نبقاش احنا كده نحب ببعض ليه ما نقولش حاجة على السوشال ميديا مدى ما احنا عاديين طول الوقت نقض ليه ما نبدأش نفكر ايه صح اللي نعمله علشان نبدأ نعالج الفيروس ليه احنا قاعدين يعني بدل ما نتقدم احنا بنرجع الوراء حاسن احنا الفترة دي كله كله سلبيات متأثرين نفسيا بالسلبيات ليه ما نتشجعش احنا في رمضان يعني رمضان كريم يعني نحاول نحنا نتجمع ونقرأ جزء مع بعض نحاول نتكلم في حاجة فيها معلومة ديناية والاكتر طبعا الازمة اللي احنا بنمر فيها دي وهي دي اصعب قزمة اللي انا شايفة ان مفيش في السوشيال ميديا كلام عنه ان احنا فعلا كشعب مصري محتاجين ان احنا يبقى فيه طوعية شوار محتاجين ان احنا نركز ازاي نتعامل مع الفيروس احنا ممتعاملش خالص يعني انا فترة اللي فاتت كل السوشيال في رمضان من بداية رمضان وانا شايفة كله نقد مش حلو طب ما نيجي نتكلم مثلا ايه اللي هنقابله لو احنا طلعنا من رمضان ومستمر معنا الفيروس كورونا يعني لازم نواجه لازم نبقى ايد واحدة كده ونتكلم نتكلم في الصح مش طول الوقت فيه تنمر وطول الوقت التنمر ده ممكن يوصل من قدم لقدامك ان ننتحر ان نروح لدكتور نفسي ليه ما نبقاش يشايفين الحلو اللي فينا ونشجع بعض ليه لو احنا حتى فينا حاجة وحشة ما ينفعش ان احنا نقولها طريقة حلوة اللي قدامنا ليه ما يبقاش احنا اتنين عندنا يعني مع بعض وخلاص ان فصلنا ليه ما ينفعش ان نبقى فيه بيننا تفاهم او بيننا علاقة صح مش لازم ان احنا نبدأ يعني نبعد مسجيات تأذي بعض مش لازم ان نبقى فيه اذا نفسي احنا ما بنبقاش حاسين قدي ايه المسجيات دي بتأثر على اللي قدامنا قدي ايه النقد الوحش بيأثر مش بيشجع ليه ما نبقاش فيه حاجة حلوة نبدأ نتكلم فيها على السوشال ميدي حابة ان احنا نتكلم على الايجابيات حابة نتكلم ايه الحلوة اللي احنا دخلنا بيه رمضان ايه الحلوة اللي احنا شايفينه بننجح بيه ليه ما نمشجعش بعض الحلوة اللي احنا فيه انا عندي حاجة حلوة انت عندك حاجة حلوة نشجع بعض ايه المشكلة في كده لقيت ان انت عندك صاحبة حلوة نجحت وبدأت تطلع وتظهر ليه ما شجعاش من مسجي حلوة وفي نفس الوقت مش بقول ان احنا ما ننقضش لأ نقدل صح نقدل النهاردة انت في كذا مؤثرة المرة جاية تشجع وتبقي في كذا حلوة ليه دايما ان احنا ما نشوفش غير رسائل الوحشة انا حابة جدا يعني انا كمسال مثال ليه انا انا الحلقة اللي فاتت لما طلعت مثلا مش مبتسمة شوية من اقرب الناس ليا لقيت مسجي حلوة انت كنت حلوة في كذا ولو تقدمتي في كذا هتبقي حلوة بيعجمني النقد ده لكن ما حبش يعني انا مثلا يعني بقول على نفسي انا لو نفسي يعني غير بقى الممثلين وناس المشهورة اللي بتسمع كمية نقد يعني من ملايين فانا انا عن نفسي انا بتأثر نفسيا بالكلام الوحش دول بقى من اكتر من حد بيتكلموا في تنم ليه ما نبقاش حلوين شوية ليه ما نتشجعش ان احنا نتقدم احنا بنرجع لورا مش بنتقدم احنا بنرجع لورا ليه ان احنا منواجهش احنا كشعب مصري اكتر يعني اكتر بلد شفتها في التنمر ان احنا نقد نقد في السلبيات انا مش شايفة خالص ان احنا بدقين نشجع بعض احنا ايه الهدف الصح في ان احنا نبدأ نعالج فيروس وصل للعالم كله ليه ما نبدأش نعمل خطوات صح احنا عندنا اطفال وعندنا الجيش مصر الابيض اللي المفروض نتكلم عليه الناس المكافحة جدا اللي بقى لها فترة يعني بجد بتعاني اكتر ما اي حد بيعاني الناس دي فعلا قريبة مننا كشعب كده وقريبة مننا قوي ما كانش هيبقى نقد بالسلبيات هنبقى حاسين بيهم مش يبقى بعد كل التعب والوقفة اللي هما وقفوها دي يبقى اخر حاجة ان هو ما يدفنش في مكانه او ان هو حتى يتكرم في اي حاجة الناس دي المفروض نتكلم عليها على السوشيال ميديا الناس دي اللي محتاجة فعلا ندعمها بكلمة حلوة مش ان احنا بنبقى في عز ما هما يعني نحس بنسمع خبر دكتور تعبان ما فيش ما فيش اي نقد بالايجابيات لا بحيث ان بيبقى فيه تريقة كتير على المفيش اي دعم مننا مع ان الدولة بتحاول على قدر المستطاع انها تهاجم الفيروس ده وسانا شايف الفترة اللي فاتت ان احنا فعلا دايما متأثرين بسلبيات اكتر من الايجابيات عايزين نحاول نشجع بعض احنا في شهر كريم ومفترج عايزين ندعي بجد ان احنا نطلع من الازمة دي ان يا رب ما يبقى فيه ازمة الفيروس ده معنا ان شاء الله يا رب حبيت اخد منجز عن التنمر وياريت ناخد الفكرة دي ونبدأ بيها طبعا الفكرة التانية وهي فكرة جمالك من الطبيعة جمالك من طبيعة عايزة ابدأ اول فكرة وهي طبعا تاج المرأة هو شعرها شعرها ده اهم حاجة جالي طبعا اسألها كتير جدا من الحلقة اللي فاتت على الاخر حلقة والبنات كتير كتير طلبت مني جلسات ترميم على البارد يعني ايه كالسات ترميم على البارد ان انا اعملها في البيت لان احنا في فترة حظر ومحتاجين ان حاجة تبقى داخل البيت عشان تبقى مضمونة الفترة دي ونبتدي بيها ان شاء الله سيف وتكون حاجة هلوة فاكتر سؤال طرح علي انا عايزة مكونات الترميم ان انا اعملها في البيت وتبقى حاجة طبعية وحاجة مش مكلفة وانا دايما في حلقاتي بعمل حاجة اللي مش مكلفة والحاجة اللي انت تقدر تجيب بيها داخل البيت جلسة الترميم البارد دي بتبقى عبارة عن فيلر وزيت ارجان وطبعا انا دايما في حلقاتي بحب زبتة الشيا يعني كل مرة قول ان هي من اكتر الحاجات المفيدة زيت الجافيار للبشرة وللشعر مفيد جدا زيت سمسم زيت جست الهند لما نعمل الخلطة دي مع بعضها كده مفيدة جدا للشعر وهنحط عليها فيلر طبعا وكولاجين كولاجين مع زبتة الشيا ونبدأ نحطها للشعر طبعا الشعر يكون مخصول كويس المهم ان يكون الشعر اهم حاجة مخصول وحل نحطه سبع ساعات على الشعر وبعدين نشطفه بشامبو كويس او لو حاب ان انت تنشي فيها الاول قبل ما تخسلي باستشوار ده بيدي كده باور للشعر وبيبقى يعني حاجة منعشة ومش بس ان هي حاجة حلوة لا طبعا بيمنع التساقط بيمنع الهيشان ومش هقولك باعمليها مرة في الاسبوع يعني لو انت شعرك بتساقط جامد طبعا انا بس ضد يعني اهم حاجة انه يبقى لو مش علاج وراسي ولا اناميا ولا حديد وده تلاتة دول الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي مع الدكتور دي اللي مع الدكتور دي هي دي اللي هتعلجي بيها وبعد كده هتاخدي الكورس اللي انا بتكلم فيه ده اللي هو احنا هنقول زيت الارجان عشان نكتب تاني زيت الارجان زيت السمسم زيت جست الهند زيت الكافيار للبشرة والشعر تمام والفلر والكولاجين طبعا ومعلاقة زيت الشعر وحسب طول شعرك انت هتستخدمي ازاي يعني لو طول شعرك طويل فهتحطي اكتر من معلاقة من كل حاجة سبع ساعات طبعا سبع ساعات يتحطع شعر طبعا بني او فوطة فوطة للشعر ولو انت يعني الصح بقى ان احنا استشوار سخن كده وان احنا نعمل به الشعر ده الاول جلسة من الترمين بتتحطي سبع ساعات وبعدين بتغسليها هتقولي لي كام مرة في الاسبوع حسب تساقط الشعر بتاعك لو انت تساقط بكمية كبيرة وطبعا فروض سبغات حاجات مؤذية جدا للشعر فهتحطي اكتر من ست سبع ساعات على شعرك تمام وهتبقى اكتر من مرتين يعني حاولي على قد ما تقدري مرتين في الاسبوع واكتر من سبع ساعات دي جلسة الترميم البارد دي بداية يعني اول جلسة معين قلناها تاني جلسة بقى يعني بجد من الحاجات اللي ان شاء الله هتدعولي وهتقولولي في الحلقة الجاية قد ايه هي جابت نتيجة معاك طبعا انا حابة هوت يعني وانتوا بتكتبوا احنا نقول ايه احنا طبعا هنقول مكوناتها هيبقى مكوناتها معانا زيت البصل وطبعا انتوا عارفين ان زيت البصل ده من اجدادنا بيتعاملوا به زيت البصل زيت التوم معانا جل السبار حلوة قوي زيت جلد لا زيت جلد التعبان حلوة قوي مع طبعا معلقة برضا مش عايزة حدد كم معلقة من المعلم علشان ده حسب طول شعرك وهيدي بقى التوم بقى يا جماعة زيت التوم اللي عايزة اكتب زيت البصل وزيت التوم طبعا هتقولي لي طب والريحة لا احنا معانا جل السبار معانا معلقتين عسل حسب برضو طول شعرك طبعا يعني زيت البصل زيت التوم زيت الزتون وبعدين بتخلطيهم زي ما انتوا شايفين كده على الشاشة يبقى لو حابة تكتبي وده لي فوائد مفيدة جدا يعني زيت البصل زيت التوم زيت جلد التعبان مع زيت الزتون مع عسل النحل بتتوديهم حلوة قوي وبعدين بتحطيهم على الشعر هتقولي لي طب التوم والبصل وشعري ومش شعر عايزة اقول ان يبقى شامبو كويس شامبو ومع الشامبو معلقتين قهوة هتحطيهم على الشامبو وتخسيري الشعر حلوة قوي بس طيب احنا هنستقبل المكالمة دلوقتي معنا وبعدين نرجع نكتب الوصفات اللي انا قلت عليها حالو حالو عيوة معيك ازاي الحمد لله يا حبيت نورانا عايزة اتقالك معايزة اتقالك وبيطلع فيها حبوب كديم معايزة اتقالك سؤالك معايزة اتقالك بقى للشعر المقصص وكيد تمام تابعينا بقى واكتبي بقى النهاردة احنا بنتكلم على الخلطة بتاعت شعر التأصف والهيشان ميش يا حبيبتي مرسي اللي لسه يعني ادي سؤال مهم جدا اللي لسه كنا بنتكلم على الخلطة اللي احنا بنعملها الخلطة اللي بنعملها دي هي بتقول عايزة حاجة للتساقط والهيشان مش هتلاقي افضل من لنا الطريقتين الترميم البارد والخلطة التانية خلطة التانية احنا قلنا زيت البصل عشان ما تبعش يكتب زيت التوم زيت جلت التعبان معلقتين عسل نحل زيت الزتون دي حلوة جدا بقللها يشان وتساقط والسبغات اللي عملة سبغات اللي عملة فرود اي حاجة هتجيب نتيجة من اول مرة مش من مرتين او تلاتة زي ما بنات بتقولي انا مش عايزة اخيب بجد من لها فوائد حلوة قوي زيت البصل وزيت التوم حلوين جدا ومعهم بقى العسل ده يعني هتخلطيهم على بعض ده حلو وبرضو نفس الطريقة الاولانية هتحطيهم على شعرك اكتر من خمس ساعات وبيبقى فيه بونيه كده يتلف بيهم ولو حب عشان ما يبقاش فيه ريحة مع انهم هم ملهمش ريحة قوي عشان البنات دايما بتتخضى لما بقول زيت بصل مع زيت التوم انتي هتجيبي شامبو البراند اللي انتي بتستخدميه وهتحطي عليه معلقتين قهوة وهتقومي عاملة شعري به اخر الخلطة دي هتخسلي الشعري به بالشامبو ده حلوة قوي للبنات اللي لسه متسرة وللبنات اللي طلبت حاجة للها يشان وللتساقط ده الجلستين دول من افضل الجلسات للتساقط فيه جلسة تانية طبعا ولو انتي حابة حاجة برضو تانية فيه اللي هي طبعا احنا قلنا في الاول جلسة الترميم البارد فيه لو انتي عايزة مش عايزة تستخدمي زيت مع انه والله من اكتر الحاجات المفيدة زيت البصل وزيت التوم لو انتي عايزة تستخدمي حاجة تجيب برضو نتيجة وحلوة هنستخدم زبدة الشياء مع كولاجين زبدة الشياء مع كولاجين مع زيت ارجان هتقليبيهم برضو على بعض وياريت تبقى يعني زيوت تبقى دافية مش سخونة تبقى دافية وهيتحط برضو على الشعر وياريت لو حطناه اكتر برضو من سبع ساعات يعني انا دايما الجلسات بتاعتي بحب انها تفضل مدة طويلة على الشعر هتحطيها اكتر من سبع ساعات وياريت لو انتي بتاخد شعر تسر راحي الخلطة نفسها بخصيلة بتاعة الشعر حلوة اوي ومفيدة والخلطة التانية بالذات لو انتي عملتها هتبقى حلوة جدا انها انتي وانتي بتمشاتي كده تمشاتي الدورة الدموية مع خلطة الشعر احنا خدنا النهاردة الفقرة بتاعة تساقط الشعر والهيشان لان كان اكتر سؤال جالي للتساقط والهيشان والبنات دايما جايلي اسئلة كتير اوي استبغيت انهما الفترة دي داخلين على موسم الصيف ودايما بيشتكوا ان السبغات دايما بتعمل بتنشف في الشعر وبتعمل عليها يشان بتخليها يشجام ودي اكتر شكوى جاتلي من السبغات ان انا دايما شعري نشف اعمل ايه دايما شعري نشف تعويدي ان انتي بعد السبغات لازم حمامات كريم لازم حمامات تتابعي حمام الكريم والافضل اوي وحلوة اوي ومفيد ان انا احط في حمام الكريم نفسه ان انا ادوب فيه زبطة الشاية ان انا اخد العباوة بتاعة حمام الكريم وحط فيه زبطة الشاية وادوبها حلوة قوي ومع كل شاور انا هاخده اعمل حمام كريم بحمام كريم وزبطة الشاية مش هتحسي خالص ان انت سبغة منشف الشعر عكس هتحسي بترايون جدا للشعر وتلاقي الشعر كده فيه لمعة وحلوة جدا ومفيدة الخلطة دي ان انا البنات اللي بتعيني من السبغات انها بتنشف الشعر غير بقى الشامب اللي انت تستخدميه حمام الكريم وهتحطي فيه زبطة الشاية النهاردة اخدنا 3 وصفات للسبغة واللهيشان والتساقط جالي بقى سؤال مهم جدا وبتعيني البشرة الدهنية احنا عارفين ان احنا بقىنا ان البشرة بتبقى لها بشرة دهنية وبتبقى بشرة جفة وبشرة مختلطة البشرة الدهنية من اكتر البشرات اللي هي بتيجي بتعيني طبعا بين الشطة وهي بتعيني على طول البشرة الدهنية ودايما اسئلة كتير قوي انا اتعامل ازاي مع دخلة على الصيف وعايز احط ميكوب والحبوب لو انا بشريتي فيها حبوب بتفرز دهون اكتر وطبعا البشرة الدهنية هي بتبعتها بتفرز دهون فكمان الشكوى اكتر ان انا بشريتي دهنية وفيها حبوب فانا اتعامل ازاي مع البشرة الدهنية بشرة الدهنية بقى اول حاجة لازم تبقى لها معاملة خاصة زي ما بيقولوا كده اهم حاجة بداية اول خطوة في اي بشرة عايزة تعمل اسكراب للبشرة او مصك للبشرة هي اول حاجة ان انا اتعامل صح مش ان انا اعمل اسكراب واسيف بشريتي من غير مصك لا الاسكراب محتاج ان انا ارطب فبداية البشرة الدهنية اول حاجة هتعمليها ان انا لو هجيب حاجة مغلية فيها مياه سخنة والبخار بتاعها لو انا هحط فوتا كده وبقطنا هدلج بشريتي او ان انا بداية الحاجة هجيب حاجة غسول وهمسح بيه البشرة صح قبل ما ابدأ اي حاجة ويا ريت الافضل لو احنا دي حاجة معتادة قوي احنا بنحب نعملها ان احنا هنحط فوتا وهنقرب الحاجة اللي بتغلي فيها المياه وبقطنا هندلج بيها البشرة كويس جدا دي اول خطوة في البشرة الدهنية تاني خطوة في الطريقة ان احنا هنبدأ نعمل اسكراب حلو جدا للبشرة طيب السكراب مفيد السكراب طب انا بطلع لي حبوب هعمل ايه اول حاجة معانا حلوة قوي اللي هي صابونة خشب السندر ده من افضل الصابونات اللي التعامل مع البشرة الدهنية هتقوليلي ايه الفوائد بتاعتها مطهرة جدا للمسام بتاعت البشرة تمام مطهرة جدا للمسام وهتستخدمي معاها زيت شجرة الشاي وزيت جل الصبار دي للبشرة الدهنية تمام احنا خدنا طريقة البشرة الدهنية هتعملي السكراب هتخسلي اكتر من ثلاث مرات في الاسبوع تمام ده للزيت للبشرة الدهنية احنا هناخد اخر فقرة بقى وانا هستنى اسألتكم ان شاء الله في الحلقة الجاية تابعوني فيهم سبقات حلوة قوي وعايزة تفاعل وان شاء الله هيبقى في اي سؤال هنجاوب عليه الحلقة الجاية بإذن الله هناخد نفذة صريعة قوي عن محافظة كفرشيخ وهي محافظتي وبلدي اول حاجة حابة تكلم فيها ان في مجموعة شباب هي دي اللي حابة تكلم بجد فيها وشجع الدكاترة وتحية خاصة ليهم مستشفى تداوي من المستشفيات بجد اللي هي مجموعة شباب دكاترة من العمالقة من الاطباء بتوع كفرشيخ مجموعة كفحت واكتهدت وعملت احنا دايما بنعاني الفترة دي في موضوع ان احنا المستشفيات فيها اهمال كبير المستشفى دي على احدث تكنولوجيا انا بنفسي دخلتها وتفرقت عليها بجد بجد من هي مؤسسة طبية بتهتم ورعاية على مستوى عالي جدا تكنولوجيا عالية جدا بجدهم كفحين وهم مجلس ادارة بجد من الناس الدكاترة العبقرة دكتور محمد مالدي سليم دكتور مصطفى الرفاعي دكتور عبد الرحمن عبد الرحيم بجد من الدكاترة اللي بشكرها وحب ان شاء الله انهم تبقى في حلقة بجد معاهم وتشوفوا قد ايه الدكاترة اللي كفحت واكتهدت وليها كذا فرع مستشفى تداوي هي معانا صور ليها عشاشة بجد حب اشكر المستشفى وليها اكتر من فرع وعلى رئيس مجلس الادارة دكتور محمد مالدي سليم تحية خاصة وبجد من المستشفيات اللي ليها بجد يعني اكتر من فرع وبجد فيها تكنولوجيا حديثة جدا وفيه باذن الله يبقى احنا كده اخدنا نفذ سريع عن التساقط وعن الجلسات وعن التنمر وعن المستشفى فحبا هستنى اسألتكم ان شاء الله الحلقة الجاية باذن الله اي سؤال انت حابة تسألهني اكتبهولي وانا هجاوب عليه في الحلقة باذن الله اللي جاي وهستنى طبعا كتبنا الخلطات ودي اهم حاجة اللي ما كتبش اكيد يتفرج على الحلقة الجاية ان شاء الله يتفرج على الحلقة دي في الاعادة ويكتب باذن الله ايه تمام هستنى اسألتكم عن التساقط وعن الهاشان واي حاجة تخص البشرة انا هستنىها باذن الله خلاص شكرا وغران وضع شكرا لكم